اشتركوا في القناة في ريف حلب الشمالي قريب من الحدود التركية السورية بقرية سجو طبعا دوام الصيدلية صباحي يوميا من ساعة 9 صباحا للخمسة مساء فكرة هذا المشروع كان من فترة موجودة وعندنا كانت نفس الصيدلية في منطقة إدلب ومنطقة هذه بعزاز هي أكثر منطقة اللي فيها مخيمات نازحين موجودين هنا طبعا ما هي السبب التي دفعنا لهذا تأتينا كانت حالات كثيرة جدا ليس عندهم إمكانية أن يؤمنوا أدبيا مثلا وكانوا يذهبون إلى مشافل عامة لا يجدون فيها أدوية لازمة لهم فنحن أيضا كأيها عندنا مشروع جمع تبرعات الأدوية في الداخل التركية من المتبرعين والصيدلين والمصاصفات فهذه الفكرة هي سبب رئيسي أن وجدنا هناك من الناس من قلة المعيشة أنهم لا يستطيعوا أن يؤمنوا أدوية لازمة لهم بناء على هذا قررنا أن نكون صيدلية خاصة لنا والأدوية التي نجمعه كتبرعات من تركيا كلها أدوية تركية أن نعطي للمستفيدين أكثر شي بالمخيمات طبعا الساكنين في المخيمات هذه طبعا من المشافي العامة يأتون بوصفات خاصة للمشافي العامة ويستلمون وكل المستفيدين ليس هناك مثلا فيها مستهدفة فقط لكن أغلبهم من العوائل الساكنين في المخيمات لأن نخفف معيشتهم ترجمة نانسي قنقر